في القرى البعيدة عن مركز محافظة الحديدة تتمدد المعاناة وتتفاقم آلام السكان كما تشتد قساوة الحياة اليومية لتصبح البيوت محاطة بالإهمال والأوبئة هنا الحديدة لا مجال لشيء أبعد من تفاقم وباء الكوليرا ومضاعفة أعداد المصابين به جراء تدهور القطاع الصحي وبين أعداد المصابين تبرز شريحة الأطفال والنساء في مقدمة الفئات التي ضربها الوباء وسط نقص كبير في المحالي للطبية والمستلزمات اللازمة لمكافحة المرض على امتداد أكثر من عشرين مديرية ينتشر وباء الكوليرا وسط غياب شبه تام لدور الجهات الطبية التي تحاول بعضها تقديم بعض المساعدات لا أحد يهتم لهؤلاء المتعبين في الريف التهامي الذي بات سكانه يموتون بالعشرات ولم يعود حتى أرقما على صفحة ضحايا الوباء الذي اقتحم أغلب القرى والمساكن كغيرها تعاني محافظة الحديدة من وباء الكوليرا وأيضا من سطوة الميليشيات المسلحة كسلطة أمر واقع لم تحركها هذه المشاهد ولم تبادر ولو بالقليل لمواجهة الحالة الطارئة في الريف المحافظة الاهتمام الذي يرافق تواجد وانتشار عناصر الجماعة الانقلابية بعيد عن معاناة الناس وأوجاعهم ولم يسعى سوى لتعزيز موقعها في مؤسسات الدولة واستغلال موارد المحافظة كمجهود حربي لصراعاتها اشتركوا في القناة